إلى المغرب حيث تلاحق فضائح التجسس والفساد نظام المخزن في الخارج ففي الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد عاصفة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي التي كشفت عن تورط المخزن فيها انفجرت قضية تجسس جديد اتهم خلالها القضاء الهولندي مواطنا من أصل مغربي بتسريب معلومات حساسة جدا حول الأمن الهولندي وهو ما أحدث زلزالا سياسيا داخل البلاد وأثار موجة السياء لدى الرأي العام الأوروبي لتهديده أمن القر من جديد هذا وتناولت الصحافة الهولندية والأوروبية بإسهاب هذه القضية مبرزة لنا محكمة أوروتردان بهولندا شرعت منذ يومين في محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 64 سنة بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المخابرة المغربية وعليه بدأ القضاء الهولندي إلى جلسات الاستماع في القضية عقب تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات همة جدا لنظام المخزن المخزن المشفر